من الحاجات اللي انا شفتها وشفتها عن قرب مش انا بقى انتو اقرب الناس لي للكابتن اياب جلال شخص طيب جدا مهزم جدا حتى اللعيبة اللي اشتغلت معه وانت واحد منهم كان يقولك انا حب العب مع الكابتن اياب جلال بيدي كل واحد قدره وبيتعامل باحترام مع الجميع ما ظنش ان الكابتن اياب جلال في مرة اساء لحد وحتى اللعيبة اللي ممكن في لحظة من العظيم ما يكونش عايزها معاه في الفريق ما يتكونش متضايقة حتى ويمش من الفريق كل الناس كان بتتكلم عن الكابتن اياب جلال بشكل محترم جدا حتى لو اختلفت يعني حتى لو اختلفت معاه في اي وقت من الوقت اولا كابتن اياب كان فيه الله الرحمن كان فيه عيب خطير جدا وده ما كانش بيواجه ابدا من كتر اخلاقه وادب واحترامه ما يحبش واجهك عشان ما زعلكش كنا بنعين احنا طول الوقت في القصة دي انه ما بيواجهش حد فينا فاحنا كنا عارفين اولا احنا عارفنا بعد كده انه لما بيحصل دم هو مش عادي ازعالك في حاجة يمكن انا ليا قصة معاه مختلفة شوية كابتن اياب اول سنة يمسك في الدورة الممتاز كان مدرب وكان مدير كورة قبل كده يعني كان مدرب كانت تجربة التليفونات بناس ويف وانا كنت في الفترة دي في فترة بقسة جدا في حياتي ما بين اكمل كورة ولا ما كملش والاقرب ان انا ما كملش يعني ده كما بعد النادي الاحلي اه لا بعد مقاصة انا دهر انتقى مقاصة وبعد المقاصة قبلت الظروف صعبة في المقاصة شوية وكنت خلص بقى كاره كورة يعني كان بلية 3-4 سنين كاره كورة كاره كورة يعني وقعدت في البيت 6 شهور وبعدين كان في جامعية المحترفين بتاعة كورة القدم اللي كان بيعملها كابتن مجدى عبدالغاني زمايلي بصراحة اقنعوني ان انا اتمرم معهم وان انا غير جوي وكده وبعدين رحت الى فترة بناس ويف وبعد اول مقشين في الدورة كانت النتاج مش كويسة جابه كابتن اياب جلال يعني وبعدين بدأنا شغل مع بعض وبعدين شفت واحد مختلف تماما انسان مختلف كنت قلمر في حياتي اتعامل معاه وبعدين حصل لي اصابة في وطر اكيليس جالي التهابات وقلت له وطبعا كنت حكيت له بقى كسطة ان انا بقى مش قادر لعب كورة وانا بفكر ماكملش يعني وكده فقعد معايا وقال لي لا انت هتلعب وهتبقى لعب كويس وهتبقى من احسن لعبها في مصر وانت لسه صغير وما تفكرش في الموضوع دوت فلما جالي الاصابة بقيت بقس اكتر يعني ففيد الجنبي يقولي هتلعب هتلعب مش هتتمرن وهتلعب وفعلا ما كنتش بتمرن وبريح بجدوس على نفسي كان يخرجنا هو من التمرين قال لي كده كده هتلعب ما فيش مشاكل يعني ما تشلش همها كنت فعلا بلعب يعني فوصلنا لمرحلة مختلفة مرحلة بتاع تليفونات بين السويف اول مرة في حياتي يجي لي سبع عروض بعد ما كنت هبطت الكورة جالي من سبع عروض الزمالك ودجلة كانوا الناديين الاقرب يعني وبعدهم من التحالي السكندري كان ميدوا مدرب الزمالك وكان العرض من خلال كابتن احمد عبدالحليم كان مدير الكوراين ما مشيتش وروحت ودي دجلة وبعدين هو راح المقصة في موقف النص حصل لما المقصة كانوا عايزين كابتن اهاب وهو في تليفونات فسألوني كابتن اهاب ده احنا عايزين نتكلم معاه كده فقال رحت قلت له مقصة مهتمين يعني قال لي ان عمري ما هتكلم مع حده طوله هما بيقولولي ان هو غالبا هيمشي قال لي لما يمشي نتكلم طول ما هو مشيش مش هتفاوض ومش هتكلم يعني ودي مستحيل تلاقيها في حد عادي المدربين كلهم بيتفاوضوا والمدربين التانيين شغالين عادي جدا وقتها كابتن اهاب جالي وعتور مدير فني جديد جديد في تليفونات باني سوفي كان بيعتقاضة مرتبة صغير جدا وكان لسه بيبتدى حياته يعني في التدريب اي اي اوب جريد او اي حاجة في الله نروح وقت في الوقتي في المقصة كابتن والدة ودي هو حاضر الكصة دي وبعدين لما مشي هو راح زيكلمه معاه وراح للمقصة واشتغل يعني وبعدها في سنة انا لعبت في ودي دجلة كلمني قال لي تعالي وتقولها انا مرتاح في ودي دجلة لعبت سنتين في ودي دجلة وبعد سنتين رجعتلك المقصة رجعتρη المقصة و بعدين كنت متخيل يعني انا بقى كابتن الفرقة واعلى عقد في النادي وبعدين حصل خلافاء بنه وبينه بينهو انا هو يعني كنت رايح لأكتر حد بحبيه في الكورة وبيحبيني في الكورة أبويا وكان مديري الكورة والمشرفة عام مع كورة كابتان والده ويدي لأب الروح بالنسبة لي فأنا رايح أتجنة بقى يعني رايح لأحسن ناس في الدنيا أنا هرجع لأهلي من المكان دا يعني فحصل بعض الخلافات أو المناوشات ولا أنا كنت سبب فيها ولا كابتان هيب كان سبب فيها بالعكس كان في بعض النفهوس يعني عملت مشاكل بيننا فزعلنا من بعض فترة أو أنا زعلت يعني فبعضيها مشيت أنا من المقاصة وبعضين عدت ما كلموش سنة بعدت له مسج على الواتساب من كتر حزني يعني إنه إحنا إحنا إزاي في وقت إحنا بعيدنا فيه عن بعض كده أو إحنا اتغيرنا مع بعض كدهين وبعضت له مسج قاسية شوية من ابن الأب يعني وبعضين عزمني على فرح بنته وما روحتش وبعضين بعدها ما كنت بقول لمراتي أكتر واحد زعلان منه في حياتي وكابتان هيب جلال برغم من أنا من جواه مش قادر أنا بحبه بس زعلان منه جدا يعني بقدر وحب لي يعني فقلت له هيمكن يجو يوم الأيام ونشتغل مع وعدتاني هي مكنش مسدقة خلص إن ده ممكن إحصل يعني وبعدين مشي هو من المقاصة في سنة من السنين بعد ما أنا بطلته كورة ورجعت كلموني في مقاصة كابتان وليد هو يدي عشان أشتغل وقعدت مع كابتان وليد وجبنا كابتان عودة على أساس إن هو هيشتغل مع الفريق يعني واتفقنا خلاص ظهر كابتان أها في الصورة فقالوا لي إن كابتان أها بالله هيجي فالكابتان وليد اتصل بيا قال لي هو أنت عندك مشكلة وكابتان أها بموجود قلت له عمري هو عنده مشكلة مش مهم أنا هو عنده مشكلة إن أنا موجود قال لي لا بالعكس خالص يعني فقال لي طيب كلمه لأن هو حابب جدا أنت بموجود في الجهاز ويتصل بي وكلمه وشوفه هتعمله وإيه مع بعض يعني وكده مش هقول لك أبوك زي ما أنت بتقول يعني لو زعلته من بعض في مواقف ولا حاجة فقلت له لا أنا مش هكلمه كنت زعلاني وقلت له أنا مش هكلمه وبعدين ضغط علي فقلت له خلاص أنا أكلمه ثاني يوم اتصل بيا سألني قال لي كلمته قلت له لا بصراحة ما درتش قال لي أستمع شان خاطر لازم تكلمه طيب بعتلي رقم تليفونه قال لي نعم انت ما عندكش رقم تليفونه قلت له اه بعتلي رقم تليفونه وبرده ما كلمتوش رحنا معسكر اسماليا كان بعد هو الجهاز قبل كان لسه بيخلص بعض الحاجات وبعدين رجع هو بعد اسبوع من بداية توليه يعني الجهاز كان بيمرن كابتن حمد وكابتن أحمد حساما كابتن مصفا وجلنا بقى المعسكر لما جاء المعسكر كان لازم بقى خلاص أنزل أسلم عليه يعني فأنا كنت خايف جدا من اللحظة دين أنا بقى لي سنتين ونص ثلاثة قفلين مبنكلمش غير قليل يعني أو غير ما نتقابل فكنت خايف جدا من اللحظة دين فالمهم رح تخبط عليه ففتح لي الباب أول ما شافني بقى حضنني وأنا عيط فأعيط يعني عارف كان الموقف يعني أنا دمعت وهو حس عارف دل حديني مثلا متى عشر دقائق فهام فأنا عارف أنك زعلام مني أديك هتشتغل معي عمو هتشوف اللي ممكن يحصل يعني فطبعا يعني كانت كانت كان موقف صعبي جدا لكن عدت معها سعتين ونص عدنا سعتين ونص في القودة قال لي شوف أنت محتاج تعمل إيه أنت بتبتدي حياتك عايز في التدريب أو في الإدارة أنا معاك في الاتنين وأي حاجة حصلت أنا عوضك فيها وربنا هي عوضك وهتشوف أنت تتعبت واكتهدت يعني مبتدينا بقى نشغل مع بعض مشوار يعني كبير جدا وقديه هو إنسان خد بالك وافي ومحترم ومخلص ومتعرفش تزعل منه أبدا يعني أنت متعرفش يعني بص انت أكيد انت قابلته آخر مرة كنا وعده كنا في ليبيا صحيح متعرفش تزعل منه أبدا وكل ما تشوفه إحنا كنا بندقول دائما كده بحضنك حدن مطارات يعني متحس كده إنه أب يعني مشو تعرف مشو تعرف تزعل منه ملاك بأمانة كان ملاك يعني بأمانة